اشتركوا في القناة تسير على الطريق الصحيح طريق البناء والتعمير والحياة الكريمة لكل المواطنين والتي هي صلب مفهوم حقوق الإنسان جنبا إلى جنب مع الحقوق السياسية وأشهد الرئيس السيسي بإطلاق الاستراتيجية كخطوة جديدة تقطوها الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة بترسيخ حقوق المواطنة وضمان المساواة بين أبناء الوطن في الحقوق والواجبات كما أكد الرئيس السيسي أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يعد نقطة مضيئة في تاريخ مصر معتبرا إيها قطوة جادة على طريق النهوض بعقوق الإنسان في مصر وثمن الرئيس السيسي المنهجية التي تم بها إعداد تلك الاستراتيجية مشيرا إلى أنها قامت على نحو تشاركي موسع يستجيب لتطلعات الشعب المصري نفذت القوات البحرية المصرية والهندية تدريبا بحريا عابرا وذلك بنطاق مسرح العمليات للأسطول الشمالي بالبحر المتوسط حيث بدأت فعالية التدريب بعقد مؤتمر مع قبل الإبحار بغرض تنسيق الأنشطة التي سيتم تنفيذها وتضمنت التدريبات مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة منها تمرين مجابهة التهديدات البحرية غير النمطية وتمرين الحماية المشتركة لهدف حيوي بالبحر بالإضافة إلى تمارين المواصلات وكذا التدريب على إجراءة الأمن البحري في مناطق العمليات بالبحر المتوسط وقد اجتماع مجلس المحافظين في مقر مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرنس برئاسة لواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وبحضور وزيرة الصحة هلزايت وأكد شعراوي خلال الاجتماع على ضرورة التنسيق الكامل لجهود المحافظين مع وزارة الصحة بهدف التوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لمختلف المواطنين من جانبها أوضحت وزيرة الصحة أنه من المستهدف بنهاية العام الحالي الوصول بعدد المواطنين الحاصلين على اللقاحات المضادة للفيروس إلى 40 مليون وطلبت المحافظين بالعمل على توفير المزيد من الأماكن لإنشاء مركز ضخمة للتطعيم بعواصم المحافظات أو بالأماكن التي تشهد كثافات سكانية عالية قام الرئيس التونسي قيس سعيد بجولة في شراء الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة والتقى عدد من المواطنين وخلال جولته أكد الرئيس قيس سعيد على احترامه للدستور مع إمكانية إدخال تعديلات على النص الدستوري بما يستجيب لطلعات الشعب التونسي وأشار سعيد إلى أنه سيتم الإعلان عن الحكومة في أقرب وقت ممكن مشددا على أن العمل متواصل لاختيار الأشخاص الذين بإمكانهم تحمل الأمانة بكل مسؤولية شارك الرئيس الأمريكي جو بايدن في مرسم إحياء الذكرى العشرين لهجمات الحادي عشر من سبتمبر كانت المرسم قد انطلقت في وقت سابق بمدينة نيويورك وبدأت المرسم بدقيق صمت فيما توفد ذو الضحايا وغيرهم نحو النصب التذكري لإحياء ذكرى الهجمات التي أوقعت نحو ثلاثة آلاف قتيل أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 458 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة وأقل المتحدث الرسمي للوزارة أنه تم خروج 750 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تلقيهم رعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجماري المتعافين من الفيروس إلى 246 ألفا وخمسة وسبعين حالة لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستجرام ويوتيوب شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء